احنا خلاص بقى مستقرة عندنا ان حلقات يوم الحد بنتكلم فيها وبنخاطب فيها المتزوجين بنحاول نجمع على بعض كده ونحاول نحصن البيوت بالفكر والعلم والفهم عشان نقف قدام ارتفاع نسب الطلاق الموجودة في البيوت وعشان كده خلينا حلقات يوم الحد مسمينها من التوافق الى السعادة وكأننا بنقول كل الفكرة اللي عنده كتير من الناس ان الجواز خلاص حصلوا حالة من حالات الصدق ويحنا منتظرين في اي وقت من الاوقات يطقطع او يطقطم وينتهي الجواز ده احنا بنقول الفكرة دي فكرة مصصحيحة احنا قدامنا محاولات كتيرة وقدامنا شغل كتير عشان الجواز يرجع تاني نادي وصبح ومليان فرح وهنى وسعادة ازاي يحصل ده لما نحط ايدنا على المواطن اللي خلت التوافق يقل ونزود التوافق بان احنا نعالج النقاط دي فيه ظاهرة معروفة وموجودة كتير وانتوا اول ما تسمعوها هتقولوا اه وهتقولوا اه وهقولكم انتوا ليه هتقولوا اه فكرة ان الجواز يبقى جواز مصالح فيه حالة كده من حالات الاستغلال بالجواز يعني ايه جواز مصالح ان فيه حد اتجوز عشان غرض هو عايز يحققه بعيد عن مفهوم الجواز والاسرة والمودة والرحم ده هو اتجوز بس عشان فكرة منفعية براجماتية يعني جواز منفعة مش عايز اقول المصلحة يعني بيبقى عندي مشكلة ان انا اقول مفهوم المصلحة لان مفهوم المصلحة في الشرع الشريف مفهوم ايجابي لكن احنا عشان احنا استعملنا الدارج بنسمي الجواز ده ايه جواز ايه جواز مصلحة زي ايه واحدة جوزت واحد فقط مش عشان اي حاجة خالص غير انه عشان غني عنده فلوس ايه صحيح انا فاكر معاكم حديث رسول الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربعة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاذفر بذات الدين تربت يداك يبقى ايه اللي حاصل حضرت النبي قال ان دي من اغراض الجواز احنا هنا مش بنتكلم في المسافة اللي احنا بنتكلم فيها مش بنتكلم على إن الجواز هيكون صحيح ولا باطل بنتكلم على حياة تانية بنتكلم على وجع القلب بنتكلم على الجواز اللي هو الجواز في الحقيقة اللي ملوش طعم بنتكلم على الجواز اللي كل ساعة بتمر فيه والواحد بيحس إنه هو بيبيع نفسه عشان يوصل لغرضه أو عشان يحس إنه هو بيقدر يتوفره المراد بتاعه سواء كانت شوية فلوس أو كان عشان يوصل لحد جميل فكل الكلام ده لازم يوقف نسيت أقول لكم حاجة مهمة في جواز المصالح ساعات جواز المصالح بيبتدي جواز مصالح زي ما أنا بيّنت لحضراتكم ده فتبقى بنت صغيرة قاصر وقاهم الجواز القاصرات وقاهم اللي بيعمل وقاهم الجروح اللي بيسببه جواز القاصرات جواز الأطفال اللي احنا لا نوافق عليه أبدا الجواز اللي بيوجع ويقلب طب بيتجاوز ليه؟ عشان البنت تلاقي اللي يصرف عليه وكأننا بنبيع سلعة مش إن الجواز دوت باب من أبواب السعادة وباب من أبواب الراح الجواز على فكرة جواز المصالح ممكن يبتدي جواز مصالح لكن دايماً تلاقي تعبيرات من الرجل أو المرأة الزوج أو الزوجة وهم متجاوزين وكأنه بيهددوا بعض إن الجواز بينهم أصبح جواز مصالح ما أنت خلاص أنت مش متجاوزاني ولا عايشة معايا فقط غير إن أنا بجيب لك فلوس ويتقول له أنت فقط أنت أهد معايا بس عشان العيال هنا هما بيقولوا البعض إن الجواز ده تحول إلى جواز مصالح أعرفتم ليه إحنا متكلمين النهار ده في الحلقة دي؟ لأن المسألة بقت أكثر انتشارة من إن إحنا نسكت عليها إحنا لازم نفرق ما بين الراحة في الجواز وحده عنده هدف وواحد تاني عايز بس يستغل اللي حواليه فيوصلوا للاستغلال والابتزاز العاطفي لأن كده هيبقى معنا الجواز هديك مشاعر وهاديك عاطف لما تدفعي في الجواز فلوس لما يكون متجوز واحد أكبر منه سنة عشان هي عندها فلوس فيصبح الجواز مش حياة يصبح الجواز إيه؟ وسيلة وده يتهيه ده الخطر لو سألوني على جواز المصالح إيه هو جواز المصالح؟ هو الجواز اللي بيتحول هو الزواج اللي بيتحول فيه الزواج إلى وسيلة مش وسيلة للسعادة لكن وسيلة للوصول لغرض واحد بس فينم ده فيه الأنانية والجشع هل ممكن لو بدأ جواز مصالح؟ هل ممكن يتحول إلى جواز إنساني صالح مليء بالقيم؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة صحيح في حديث سيدنا أبو هريرا الذي أخرجه الإمامان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبيها وجمالها ولدينها فازفر بذات الدين تربت يدك وأنا بقول الحديث ده عشان أقول أن احنا بنقول أن الجواز للأهداف أو للمعاني ليس هو المشكلة ولكن كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيوطأ لنا أن الجواز ممكن يكون لهذه المعاني بس في نفس الوقت حضرة النبي بيقول لنا لازم الجواز ده يكتمل بالأخلاق ويكتمل بالقيم وإزايك ما ينفعش أن واحد يتجوز حد فقد عشان يموص دمه ويوصله للي هو عايزه من الشهوة والرغبة وبعد كده يرميه يرميه وقوة قد تحول شبه بنا آدم بس السؤال برضو أتجوز عشان الفلوس ولا لأ وماذا نجاح الزواج من أجل المال وتغيير المستوى الاجتماعي في حد يتجوز عشان يرتفع بالمستوى الاجتماعي بتاع الأسر خلينا أقول لحضراتكم أن دي مسألة صعبة شوية لأنه ملاهاش معيار فمثلا فيه واحد غني ومعه فلوس ممكن يتجوز واحدة أقل منه في المستوى المالي والجواز ينجح وتكون علاقة فيها وصل ورحمة وخير وجمال والعكس الصحيح ممكن تكون واحدة غنية ممكن تتجوز واحد مش غني وبرضو تكون العلاقة في أحسن حال ده لما يكون الجواز المقصود فيه أن احنا نعيش مع بعض فساعتها هيبقى الفارق الاجتماعي مش هو القضية لكن إن حد يروح يوهم حد أنه هو هيتجوزه جواز حقيقي مليان قيم ومليان مواد ده ورحمة وهو مش هيتجوزه غير عشان المال ده تبقى فين المشكلة بقى؟ المشكلة بتظهر بقى لما الشخص اللي احنا نجوزنا لهذا الغرض يتحول حياته ويبقى إيه اللي حاصل؟ فقد المال فيبتدي الشخص الشخص اللي معاه يبتدي يحسسه بالعجز والنقص ويكسر فيه احنا ما ينفعش أن يكون الأساس الوحيد للجواز هو المال يعني البنت أهلها ما ينفعش يجوزوها علشان خاطر المال والمستوى الاجتماعي بس ولا الولد وأهله عايزين يروحوا يتقدموا لفلانة علشان مالها ومستوىها الاجتماعي يجيني هنا سؤال بقى هل اللي بيتجوز واحدة عشان هي موظفة بيبقى ده جواز مصالح لا الحقيقة بس هو في الحقيقة مأسس مشاعره بشكل صحيح كان لابد أنه هو بيأسس مشاعره يتحور معها بأنه هو شايف أنه ده جزء من العيش المشترك وده معناه أنه لو سعدت في البيت أو قامت بأي عمل في دعم البيت هو لازم يكون بواجب الوقت اللي هو إيه واجب الوقت ده الامتنان لازم يمتن ليها هو كتير من شباب الأيام دي وخاصة في الظروف الاجتماعية اللي احنا فيها دي بيجوز بتفضيل مش بغرض بيجوز بتفضيل أن الزوجة ممكن تشترك معه في بناء الأسر لكن إمتى يتحاول ده لزواج مصالح لما يكون هو عاطل وباطل وقاعد من أنتخ وهي اللي تشتغل آه صحيح ساعتها هيبقى الجواز ده جواز مصالح ترجمة نانسي قنقر